أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الورقة النقدية من فئة الخمسين درهما المصنعة من مادة البوليمر هي عملة رسمية ويتم تداول بها جنبا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة ذاتها وأوضح المصرف المركزي أن الورقة النقدية من فئة الخمسين تم توزيعها على البنوك ومحلات الصرافة في الدولة وكان مصرف الإمارات المركزي قد أطلق مؤخرا ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين درهما بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين وذلك تخليدا لمآثر المغفور لا بإذن الله المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان والرعيل الأول من حكام دولة الإمارات طيب الله ثراهم أجمعين ووفاء لتفانيهم وعرفانا بدورهم التاريخي في توحيد الدولة تحت راية واحدة